موسيقى هاي واضح كيف كون؟ أنا أناس عباس خبير عطور سوري تذكرتوني؟ مرحبا واضح كيف كون؟ لما صورنا هذا التقرير من ثلاث سنين ما توقع تكون في هاي الضجة الكبيرة على منصات واضح وكتير فرحت ومصدت بهذا الشي لأن كان أكتر موقع يمكن بيمنحني أنه وصل لعدد كبير من المشاهدات أثر في هذا اللقاء كتير وصلني لكتير ناس تلقيت كتير رسائل وتعليقات من ناس خارج سوريا من المغرب من الجزائر من فرنسا حتى عالم أجانب بأول لقاء لإلي مع واضح كنت لسا عم أسس مشروعي جديد وكنت بمرحلة يعني مبتدئ نوعا ما لكن اليوم أنا بهاي ثلاث سنين للمرة حققت كتير أشياء عملت البراند الخاص فيه وامتشر وصار فيه منه أفرع ومن بعد منها صممت كتير أشياء وعملت اختراعات جديدة نالت إعجابي كتير من الناس أول الشي ابتكرت شي ما كان موجود بسوريا وثقافة ما ممتشرة بالوطن العربي لهو هيرمست العطر الشعر الخاص بالشعر اللي يروح الروائح الكريهة الروائح الدخان ومن بعد منها انتقلت لأني أصنع الصابون صابون الجسم صابون الوش وأضطرت بعض أنواع الزيوت مثل الصنوبر والعسل والنس كافي حاولت أوصل على مواد طبيعية أقدر أضطرها واستخرج منها زيوت وإسانسات تحب الناس وتستخدمها لكتير أشياء كنت كتير أرجع لأبحاث لحتى أوصل للزيوت اللي بتساعد على الراحة النفسية على تنشيط الدورة الدموية فعطر البنشط الدورة الدموية كان هو تسميمي الثاني بعد عطر الدمشق برد الياسني يلي تتغير ريحتك لفضع دقائق هذا العطر اللي بنشط الدورة الدموية ارتكاذ على مواد اللافندر والنعنى والليمون العطر الأهم اللي كمان عمل ضجة وكان كتير محبوب من الناس هو عطر اللي بيجله بالسعادة اسمه بيس اندهابينوس كتير عطر حلو فواح فيه ريحة البتشولي فيه ريحة اللافندر فيه المسك وفيه العود بناسب جميع البشرات أما الشي اللي كتير أنا بحبه بصراحة صار معي من بعد لقاءنا بواضح كتير ناس تواصلت معي كتير شركات أنا كتير بحبها صرت وجهة أعلاني لعدة شركات اتياب وعطور صرت سفير علامات تجارية كتير وهذا الشي كان شغفي وهذا الشي اللي كنت أحلم فيه من زمان تحقق حلمي كان ولازال هو مصنع العطور يلي بحلم فيه من زمان النصي صنع العطور واستخرج المواد الطبيعية منها ومن خلالها كون تركيبات عطرية كتير لكل شباب الوطن العربي يلي ببلشوا هلأ بعمل جديد خلي حلمكم قدامكم دايما فكروا بحلمكم وطمعوا بحلمكم كتير اللي حتى توصلوا له اعتمدوا دايما السوشيال ميديا بالطريقة الصح استخدموا بطريقة صح لأن اليوم السوشيال ميديا هي وجهة العالم كله عم نقدر نوصل رسالتنا ونوصل الشي اللي عم نعمله ونحبه للعالم كله شكرا واضح على هالفرصة الحلوة اللي منحتوني إياها باللقاء الأول واللقاء الثاني وشكرا لجميع المتابعين وشكرا لمراسلتم بسوريا شكرا للمشاهدة